هذا وقد شارق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اجتماع مجلس دامعة الدول العربية بشأن فلسطين وخلال كلماته أكد لولا دا سيلفا أن العدوان الإسرائيلي على غزة رد غير متناسب وغير مقبول مؤكدا أن بلاده قررت تقديم مساعدات مالية لواكلة الأونروا ومطالبا باقي الدول التي قطعت مساهمتها بالتراجع وسوف تقوم حكومتي بمساعدات مالية لمنظمة أونروا ونحن نحث كل البلدان أن تحتفظ بمساعدتها لهذه المنظمة وإن المهمة الأولوية هو أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط وذاكرة وتحرير ضحائن وإن الصراع المستمر في فلسطين فهو يتعدى منطقة الشرق الأوسط لأن تأثيراته سوف تؤدين إلى سيناريوهات مرعبة ونحن نقترح أن يكون الحل على مستوى المجلس الأمن بدولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيش سلميا ونحن ندعم أيضا القرارات التي تندد بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل تدعم